موسيقى 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 اليوم الناس عن طريق الفضائيات وعن طريق الانترنت والمسائل هاي كلها يعني الناس تسمع كثير وعندها فكرة عن ما يحصل وبالتالي ماش بالضرورة نوقف كثير عند الاحداث الا انه نلفت على وجه السرعة اولا تلاحظوا بانه يعني في العالم العربي بالذات غير عن كل شعوب الارض وكأنه هذول الناس مش لازم يختاروا حكامهم لأن هذه الامة خطيرة الامة العربية خطيرة ودراسة اصلا في الغرب تقول اذكى شعوب الارض موجودة في الشرق الاوسط هي مش بس اذكى وايضا عندها قدرات هائلة سواء كان الطاقات تتعلق بالجوانب المادية او حتى موضوع العقيدة اللي توحد هذه الامم في منطقة الشرق بسموهم الشرق الاوسط حتى الدول اللي كانت ممكن تكون متخلفة الى ابعد حد بتختار حكامها هون في الوقت اللي الشعوب بدها تختار تفاجأ بانه تقتل تقتل من قبل مين؟ من قبل جيوشها جيوشها بتقتلها شي عجيب طب هذه الجيوش كيف اصبحت اليوم بتقتل يعني ضد شعوبها وفي الوقت اللي تقاتل تقاتل دفاعا عن الوطن من يجدها جبانة وتنهزم بسهولة وعندنا امثلة تاريخية النعمة على الشعوب تستعسد وبتقتل الناس طب هل صحيح مثلا انه كل ال كل افراد الجيش هذا بكون فعلا هو راضي 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 اكيد الغالبية العظمى بتكونش راضية ولكن لمدة سنين طويلة يعد القيادات العليا القيادات العليا تعد اعداد خاص تعد اعداد خاص بتكون لا بتنتمي لأمة ولا لا قيم ولا لا أخلاق وبسقطوها أخلاقيا وتفاصيل ومصالح ويوضعوا على رأس هذه الجيوش امثال هؤلاء فبترتبط مصالحهم اولا ما فيش دين فيش قيم فيش اخلاق صاقطين اخلاقيا مصالحهم من كيادات العليا هذه الجيش نفسه ايضا في نظم اليوم اللي تطورت البشرية الى درجة انه في نظام بيحكم الجيوش بحيث انه حتى لو الناس الجيوش كؤكسود غير راضية الجيوش غير راضية ما بتقدر تتحرك طالما انه الناس اللي فوق مالهم هذول هم اللي ممكن يكونوا غالبا انتماءهم انتماءهم خارجي على فكارات ضد الشعوب وفاسدين وكين قال لك بيتكلموا بلغاتنا وبشبهونا في عشكالنا ناس ناس معدين فالجيوش اصبحت اليوم الجيوش اصبحت اليوم تحتاج تحتاج الى شيء يكون يعني يحدث بطريقة نقول عنف عام حتى يدرك الجيش انه فيش نقطة راجعة بيبدأ الجيش يفرز عفكرة لصالح الشعوب هو ما بقدر يفرز الجيش ويظهر على حقيقته ولا يتخلص من سيطرة اللي فوق طالما انه شايف الامور ماشى هذه الجيوش لكن في الوقت اللي بتقوم الشعوب وبدرك الجيش انه لم يعد هناك مجال للرجعة على فكرة بيبدأ يتحول كيف حصل في السوريا كثير الجيش لما ادرك انه انتهى ما فيش نقطة راجعة الجيش بدأ يدخل مع الشعب حتى الى درجة كيف يدهم يسيطروا على الشعب السوري صارت تيجي جيوش من بره صارت تيجي جيوش من بره تقاتل الشعب السوري ونفس الشي على فكرة في مصر او في غيره بيبقوا هادول الناس مسيطرين لانه قولنا اللي فوق هادول الناس اصلا ساقطين القيادات القيادات العليا هاي والجيش في نظام بيجعله غير قادر على الحركة حتى يشوف انه الامور ايش وصلت الى النقطة اللا رجعة عندها بيختلف كل شيء طبعا احنا مش بنقترح عليهم احنا بس عم بنوضح طبعا كل اهل بلد بيعرفوا بيعرفوا مصلحتهم اكثر من غيرهم لكن هذا الواقع اللي بصير كل شعوب الارض كل شعوب الارض لما تحررت قاتلت في داخلها في داخلها كن بيجوا بصيروا يتكلموا لي على الدماء التي تسويل والمدن التي تهدم والمسائل هاي وكأنه يعني بيرودوك انه تبقى انت تحت حكم هؤلاء من هؤلاء من هؤلاء اذا بتلاحظوا كلهم بدون استثناء هم اعداء لامتهم فيش اخلاك فيش قيم لصوص اعداء دينك اعداء حضارتك لصوص كل الامم تتقدم وهم برهنوا هذه الامم لمصالح الامم الاخرى وبينهبوا مواردها وحتى الاموال اللي بنهبوها ما بوظفوها في داخل البلد في اماكن ثانية اه طيب وبعدين ايش تعمل هذه الشعوب الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما قاتل اول ما قاتل قاتل كوريش يعني قاتل اقاربه وفي المعركة الواحدة نفسها كنت تجد الاخ واخوه في مقابل بعضهم البعض والاب والابن كمان الابن في جيش والاب في جيش ليش لانه حقه باطل اه لكن في ناس بيعزفوا بيعزفوا على على وتر ايش الدماء ووحدة الشعوب شو قصدهم طبعا بالدماء وحدة الشعوب يعني ظلك تحت ظلك عبد مستعبد على خلاف كل شعوب الارض وابقى ذلين واتركوا اللصوص والعصابات تنهبك واتنهك تنتهك اعراض نسائك والى اخيره وتستخدمك في كل ما هو ذل باسم ايش قال يعني باسم دماء ليش انو شعب في الكرة الارضية ما بذلش من دماءه في داخل بلده حتى تحرر بدي شعب واحد بس وين في شعب ما قاتلش في داخله حتى يتحرر من من الباطل اللي موجود متسلط طب هذول الناس اللي عندهم استعداد يقتلوك بس مشان يبكوا على الكرسي اذا هذول مش بشر وكن بعزفوا على وطيرة الاستعمار ثم تكتشف انو لا يوجد استعمار مهما كان سيء اسوأ منهم الاستعمار في النهاية بتقاتله شوية بشعر انو مصالح ودررات بطلع بطلع هذول بقتلوك واليوم الاستعمار حتى صار مقيد بقوانينه الى اخيره شفتوا انتو في الولادة المتحدة لما بوش بدو يعذب الناس وياخد منها معلومات راح وعملهم سجن خارج الولادة المتحدة طب ليش ما عمليه سجن داخل الولادة المتحدة لانو في قانون بحكمه طب هذولة اللي بحكمونا الان في العالم العربي هذول شو القانون اللي بحكمهم هذي شياطين يجب ان تزول كيف بتزول كن كلق الفتنة تصوركها لما الناس بتقوم من اجل دينها وعقيدتها وكرامتها بصير بسموه فتنة بقصد ايش يعني بقصد يبقوا اذول الناس موجودين يبقوا موجودين بس بس والشعوب اللي بتسكت على فكرة بتصير اذل تذل اكثر وينتهك اعراضها اكثر وبترهن مستقبل ابناءها اللي بتسكت واللي بتدفع ثمن وبتسيل دماءها من اجل انها تخلص من هذول الشياطين هذه اللي في النهاية فكرة ممكن اذا تتطور وتتقدم فعلا موسيقى 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 موسيقى